سرب لي معلومة مطشاط مصر هيعملوا شوشرة هيقطعوها عننا من 3-4 سنة ما كنتش في الوقت ده قدر اتكل يعني قلت المنتظر ونشوف الدنيا تروح فين فاكرين اللي عملوه في الامارات من كم يوم هيعملوه في مطشاط مصر اللي هو يدايقك يعني لانه هو اللي عنده فانت لا ده انا مش هخليك بقى ده انت مش هتدايقني ده انا دايقك وانكد عليك وده حقي وجهاز المنفس اللي عملوه ده هو الحق الحصري لنا والحق الخاص بمصر لان احنا في كاس العالم فمن حقنا ان احنا نشوف مطشاط مصر ونشوف مطشاط الاخرى ده حق المشاهد المصري ماينفعش بلد تتحكم في مصير العالم العربي والعالم العربي كله قاعد يستنى ويعمل مفاوضات وقصدونا وما تديني لا الدنيا والدني مين انا روح للتحاد الدولة ما دينيش اعمل زي مصر كده يعني ارجو الدول العربية كده المملكة العربية السعودية تتحرك الامارات تتحرك البحرين تتحرك دول العربية تتحرك زي مصر كده يبقى فيه تحرك كمان خلال الساعات القادمة تحرك جماعي ان احنا بنواجه هذا الكان الارهابي كان الارهابي تدفع فلوس طيب احنا ريحل الاتحاد الدولي انت دفعت رشاو عشان تكون تبقى حصري ودوك عشان تبقى حصري كل البطولات لحد مش عارف فاز كام 27 وال28 حاجة عجيبة جدا كل بطولات العالم تنس النهاردة عمالين واخدينها رولان جاروس واخدينها ومش عارف نادال فاز النهاردة فاز البطولة 11 النهاردة ماتش رهيب جدا مش عارف بطولات ايه الناس بتجري بياخدوا بطولات الناس بتركب عجل بياخدوا واخدين كل حاجة بلد عندها فلوس بتشتري الدنيا كلها تدفع رشاو عشان تشتري العالم يا ايه الجبرود ده هو العالم بقت المال وبقت الرشاوي وبقت الفساد يشتروا كل حاجة بالفساد فاحنا حق مصر ايوه حق مصر كده دي مصر قررت انها هتزيع المطشاط هندفع ويلا هنزيع المطشاط على تلفزيون الارض مش عايزين فضايا عشان ان احنا كمان ناس بنحترم القوانين يعني احنا بلد بتحترم القوانين كلها وبالتالي اه فيه واحدة خادت بعد كده يبقى تشوف البطولة الاخرى حد يدخل بقى الشركات قنوات اخرى تدخل وتعمل من نفسها وتعلي وتدخل بقى حاجات اخرى وبالتالي يبقى من اصدقائنا اللي موجودين هنا قال لي خلي بالك دلوقتي هيعملوا حاجة في مطشاتكم تحديد مطشهم الجمعة الناس كلها تبقى قاعدة وفجأة تلاقي ضخ ويطلع لك اي بيان هبل او اي حاجة هبل ويضايق اجبال هو بس عشان يضايقك ده اللي كانوا يعملوه حتى مع المشتركين يعني مع المشترك اللي دافع فلوس كانوا يعملوا معهم كده فاحنا لأ مصر يبقى عندك على الارض اهلا وسهلا عندك فضاء يشوف عندك ارضي عندك تلفزيونك في بيتك في النادي بتاعك في قاعد في الساق هنا في العيد كلنا بنعيد ان شاء الله ونشوف المطشات بتاعتنا وربنا يسعدنا ان شاء الله وربنا يسعدنا ان شاء الله بإذن الله ولكن تحرك مهم من الجهاز حتى تتمكن مصر من اذاعة حقها في اذاعة مطشات كاس العالم اعتبرها من يوم الخميس ان شاء الله 23 مباراة على تلفزيون الارضي مقابل فلوس هتتفحها الحكومة المصرية تاني مقابل فلوس هتتفحها الحكومة المصرية مش عايزين حاجة من حد مش عايزين حد يقول لي هديك مجاني انا مصر مش عايز منك مجاني المجاني دي لحد يكون محتاجه احنا لا احنا هنتشع بفلوسنا كده هو ونشوف المطشات بفلوسنا بس محدش يعاقبنا ومحدش يضرق يعاقبنا فإذا جهاز الحماية المنافسة بيلزم لتحدي الدولي بالبس الارضي لمباراة كأس العالم وكل التحية والتقدير لانه ده تحرك مهم وتحرك في توقيت مهم للغاية ويمكن قلنا الاسبوع اللي فات مش هيكون حصري هيكون ان شاء الله وده التحرك اعتقد هيكون في تحرك اخر من بعض الدول اتمنى بعض الدول ولكن زي نقول لحضراتكم لبنان اعلنت الاسبوع اللي فات انها هتزيع جميع المطشاط لبنان لبنان مش في كاس العالم تركيا هتزيع كل المطشاط تركيا مش في كاس العالم المغرب بان الدوم يزيعون لهم كاس العالم بالكامل القطرين قال لهم خلاص احنا نزل عكس العالم اشتركوا في القناة